السؤال الأول رح نحكي بالموضوع الاجتماعي بالأول أكتر شيء الموضوع النفسي كتير ارتكلز كتير دراسات آخر 15 سنة كانت موجودة بس من ورا الأزمات اللي صارت الاقتصادية بال2008 الكريز بأمريكا الأزمة بيوروب كورونا الدراسات كانت عم بتجرب تعمل اللينك أو تعمل الريلاشن بين الأزمة الاقتصادية الكورونا والبيهيفير أو السلوك طبع المجتمع النتيجة كانت اثنين أول واحدة هي أنه في تشابه كتير بين الأمم بالتصرف تفرق بين دوز بين بلد والتاني والنتيجة التانية اللي هي الكولتور قديش كانت قوية متينة صلبة هيد الحضارة أو السقافة قديش بتأثر للريكافري تكون أسرع للصمود ولأنه يرجعين هاد البلد قدينا احنا بعد اللي صار خصوصاً آخر ستة شهور بعد الأحداث الأقليم اللي صارت قديش نحنا سقافتنا متينة هل هي متينة بالأول ولا لا؟ عم تسألني إليه؟ أول شي شكراً على اللقاء الحلو مع الأساتذي اللي نحترمون كتير تعرف بعد كل الأزمات السقافة بتبطل أولوية عند الناس واللي بيطور الشعوب ويوصلها لمطارح منيحة طبعاً هي سقافة واللي بيحمل سقافة على كتافه هو الفنون بجميع أنواعها وشان هيك أنا عطول بصر أنه بالمنهش تربوية لازم تنفرض المواد الفنية وتكون علماتها توازي المواد العلمية لأنه في مقولة بتقول علم الولد يرسم العصفور بيبطل يقوصوا عن كبر فكيف بالحرق إذا عم تعلموا مسرح عم تعلموا موسيقى عم تعلموا شعر عم تعلموا رسم عم تعلموا يرسم النفس البشرية ويحب حاله بالمعنى الإيجابي وهذا الحب ينعكس على المجتمع صدوكياً لنقدر نوصل بعدوى ما من خلال السقافة الفردية لسقافة جامعية نقدر نوصل إلى مكان ما طبعاً بتبطل للأسف من بعد كل أزمة بتبطل السقافة إلى أولوية بتصير الناس تركض كيف بدها تأكل كيف بدها تشرب كيف بدها تأمن علم ولادة كيف بدها تأمن الأولويات لحد الأدنى من العيش يعني واحد يقدر يعيش بس يقدر يكفي يتنفس ويعيش بكرامة وهذا الشي طبعاً بنعكس على السقافة دورنا هون نحنا كناس بنشتغل بمجال الفن أنه نضل موجودين بشكل أو بآخر من خلال المدارس من خلال النشاطات من خلال الجامعات من خلال الأعمال عم نعملها سيئبت للأسف أنه كورونا كمان رفقت مشكلتنا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية وحدت شوي من النشاط السقافي اللي بيعمل نوع من توازن بالمجتمع ليضل المجتمع ماشي على أكس متوازئ إذا بدك فنحنا سقافتنا موجودة متنوعة يعني مرة أعملنا دراسة أنا وزملائي عن إذا بدك الإيدانتية السينما الليبنانية مثلاً لقينا أنه الهوية طبعاً هي اللا هوية بها الموزيك الموجود شكلت هوية بالتنوع فمتنوعة حسب البيئة وحسب البيئات الموجودة بس هالتنوع بنعكس على سقافتنا خاصة سقافتنا إذا بناخد مثل سقافتنا المسرحية منلاقي المسرح في لبنان موجود من زمان وموجود بتنوع كبير وهذا انعكاس للتنوع طبعنا يعني المسرح العبسي الاختباري الكلاسيكي الغنائي الطفل السياسي الكوميدي بكل أنواعه فهيدا وموجود وفي رائدين فيه بالعالم العربي وحتى وصلوا للعالمية بشكل أو بآخر هيدا وليدة تنوعنا فعلينا أنه نحافظ على هذه البيئات من خلال السقافة ونحافظ على هذه السقافة من خلال البيئات حفاظنا على البيئات جاد كيف تعتبر الحضارة نحنا اللي عيشين فيها في لبنان هل هي حضارة هشة فرطت بأول تاست قطعنا فيها أو صرنا قطعين بكتير أزمات حاليا بطلنا نحمول قدين احنا منشبه المجتمعات التانية مثلا مؤخرا شفنا على أزمة البنزين بلندن كيف عم بتصير تجربوا العالم يشبهوا الأزمة اللي عم نقطع فيها ببرا تقولوا أنه بكل أزمة بتصير كله بيتصرف بنفس الطريقة هل بتوافق على هيدا الشغل ولا لا لا ما كتير بوافق أول شي شكرا على الاستضافة على أستاذ جورج وأستاذ شارل بالنسبة لأيلي أنا نحنا مجموعة أزمات واحد يجي عم بيحكي بأزمتنا اللي نحنا هلا عم نعيشها كان واحد بيقدر يفوت بمقارنات من هالنوع لو هي أزمة طارقة استثنائية إفرادية بس إذا واحد يطلع مئة سنة على عمر هيدا البلد الأزمة هي إياماته الغالبة الاستثناء هي إيامات فيها استقرار والاستقرار مفتعل مش الأزمات مفتعلة والسبب إنه نحنا برأيي يعني عندنا مشكل عندنا أزمة هوية وأزمة الهوية مسبقة مراكنة على أزمة ثقافية لأنه تنجيوب على أزمة الهوية اللي عندنا إيها ديما نسأل حالنا نحنا مين بوقت هيدا ديفنسف ميكانيزم تنجيوب على السؤال الحقيقي مش نحنا مين مش هيا مشكلة هويتنا تنصنف حالنا موارني أرتوديوكس سنة شيعة ونخلق محلات بتصير بتشبه متاريس أكتر مننا محلات ثقافية الفكرة هي أزمة الهوية واحد لازم يجيوب على سؤال نحنا شو نحنا أي مجموعة قيم أي مجموعة مبادئ بتعملنا مجتمع واحد إذا نحنا مجتمع واحد وتما واحد يحمل الناس هاك مسؤولية هيدا شي تفاعلي لبل إذا واحد بدي يكون واقعي هالأجوبة عادة تنرسم من فوق ونزول تفكك الدولة عندنا منذ نشأة هذا البلد بحجة الشرعيات المتناقضة وكل واحد بلقت يا مؤسسة يا أرض يا منطقة وبجرب من خلالها يخلق سلطة محلية تستعيد عن السلطة المركزية خلتنا نحنا نلجأ للهويات بمعنى نحنا مين من خلال الاختلاف عن الآخر نعرف عن حالنا لأنه وقت واحد يجاوب على أزمة هوية نحنا مين مشكلة الهويات بهيدا المعنى أنه هي لا شيء من دون الآخر يعني أنت فيك واحد هلأ بيسألك أنت شو أنت مين الجواب يمكن يكون كتاب لأنه أنت مجموعة تجارب مفروض كل حياتك اختبرتها ما بتختصر بالشيء شغلي وحده بس إذا بيجي بحط لك حدا بيقلك الشاب مصري أنت مين بتقلي لبناني إذن التعريف تبع الهويات هو يعتمد على الآخر بنفور عنه إذن إحنا بدأت تبقى الوعي السياسي بلبنان عم يتحصن بالهويات لو يجاوب هو مين هل مين هو صراع دائم لا ينتهي بتصير هون الكينات الطائفية كناية عن شيء كينات صدامية بشكل دائم تحتاج لاستثناءات بيأمنها ظروف خارجية بيأمنها الوفرة أيام مثل ما صار يمكن شوي بالستينات بس بشكل عام السما الغالب هي أنه ما في غري ملزقنا على بعض كمجتمع وهيدا بتصور كمان بينعكس أكتر شيء بالسقافة وبالفن وبكل الإطار المعرفة لأنه هيدا المحل عاطن اللي بعبر فيه بعبر المجتمع عن حاله بصورة متقدمة عن التعبير السياسي اللي هو بتغلب عليه المصالح أما التعبير الإفراد اللي ما عنده قدرة على التأثير الفن قادر يأثر باللي فوق ويأثر باللي تحت ما في لبنان خلينا بس نشوف هالسنتان ثلاثة الأخيرات بس كلمات الأغاني المسرح إذا بعد فيه مسرح على صعوبة العمل هلأ بالظروف الاقتصادية السوشال ميديا طبعا من دوم واحد يحملهم كتير لما كان بالعالم في شيء بيكون فالد طبعا ما اسمه سوشال ميديا بس صاير التعبير أكتر عم بيستخدم تعبير بترجع كأنه الناس عم ترجع تتقوقع بكينات ما دون الدولة وما فوق الدولة بنفس الوقت وصارت الدولة بلما الأزمة شدنا أكتر باتجاه حاجة إعادة إنتاج دولة بدور مختلف عن الأسباب عن الدولة اللي وصلتنا لأزمة صار عم نرجع أكتر وأكتر للحمايات اللي ما دون الدولة وبجواب آخر بينفهم أكيد بس ما بيجيب معه حل اللي هو بالفل من البلد بتصور هايدي الأزمة مش نك ما فيه يشبه حالنا بغيرنا لأنه إذا فيه أزمة ببريطانيا عم بتصير على صعوبة الأزمة فيه حدا رح يتعامل معه فيك تكون معه كيف بده يتعامل معه فيك تكون ضد كيف بده يتعامل معه بس فيه كيان بهذا المجتمع عم بيتفش بمحل والناس كلها بتتقطر بقبيله اللي معه بيشد معه واللي ضده ولو هو ضده بعد فيه سانتر دو جرافيتاء بهذا المجتمع الناس عم تاخد مواقفة انطلاقة منه نحنا بلبنان معنا سانتر دو جرافيتاء انطلاقة من نحنا ضد الدولة نحنا ضد هالحكومة مثلا لا نحنا معها لا نحنا مع أطراف بقلبها وهي بنفس الوقت ضدها هي وبقلبها فبيصير ما فيه شي بيأطر الحياة السياسية وبيعطيها معنى بناء صراع مستمر جاد كنت عم تحكي عن الغري وعم تحكي عن الكيان هل الكيان هو بديل طبعه هو السيستام نحنا معنا سيستام هيدا السيستام بيأثر على السقافة السقافة ما عم بيحكي عن السقافة العلمة ما بيحكي عن الكولتور الترديسيون الحضارة اللي احنا عم نعيش فيها طريقة الماينسات طبعنا كيف عم نفكر كيف تصرف كيف بتعيش بأكتر من طاقتك هل هيدا الشي عدم موجود السيستام يلي هو ممكن يكون الكيان هو اللي وصلنا لهون أو العكس عم بيحكي عن الأزمة الاقتصادية تكون محدد أكتر هلأ شارل بتصور رح يقدر يفصل أكتر بموضوع الكيان لأنه تعبير الكيان هيك شوي هلامي نحن بلد بالآخر تعبير الكيان وكأنه بيوحي أنه هيدا البلد له غايي بالوجود سابقة لنشأته وباتجاه اللاحقة باتجاه الأبدي بغض النظر عن هيدا الجانب اللي بيصير شوي أيديولوجي الفكرة هي أنه بالمجتمع نحنا نعترف مجتمعنا مثل ما هو نحنا اليوم في كتير مشاكل عم نعيشها بنتيجة أنه المركز سقفيا عم بحكي المركز أقوى بكتير من الأطراف أقوى بالمعنى القوة الثقافية بس مش أقوى لا بالإدراء العددية ولا إذا صار في أي إشكال بالبلد أنه يقدر يحمي حاله هذا المركز بما معناه يعني وتكنا ننزل على مظاهرات وقت تغطية المظاهرات وقت الانتفاضة وغيره في جو بقلب بيروت معقول تسأل مثلا شو رأيك بالزواج المدني شو رأيك بالدولة المدنية شو رأيك بمساواة المرأة أو الرجل بصورة محددة واضحة شو هي أغلب الأجوة بتكون موافقة وهذا الشي بنعكس على الإعلام وبيصير يبين على الإعلام بس هيدا ما بيعبر عن موقف اللبنانيين المنتفضين لا إذا بتطلع على الشمال إذا بتروح على الجنوب إذا بتروح على البقاع إذا بتطلع على الجرد لا مش كل الناس متفقع هالأمور السؤال هل اختلافاتنا السياسية عم تجي تعطينا خيارات نحن نفاضل بيناتنا نفاضل بيناتها أما الاختلافات السياسية ما بتجاوب على ولا أي إشكالية من الإشكاليات الاجتماعية بس تعطيك شعور من الحماية هون بيصير السؤال هل نحن ببلد قابل للاستمرار أما لا إن شاء الله يكون غلطان نحن قابليتنا للاستمرار منا إلا ظرفية طالما الظروف المحلية عم بحكي بالمعنى الأمنة والإقليمية بتسمح لنا بالوجود نحن عم ننوجد طالما بتخدنا على ظرف منرتاح فيه مثل بعد الدوحة منرتاح فيه وبيمشي حوال البلد بتخدنا على ظرف صدام منروحها صدام نحن منا إذا بدك بالمعنى السياسي هون منا كيان فاعل منا أكتيف نحن باسيف نتلقى وهي دي أزمة وهي اللي عم جاري بعبر عنها بغياب الدولة لأنه اللي بتعامل مع الأزمات سلبا أو إيجابا هي دولة أول معلولة أنك حتكون أحد الضيوف أول سؤال إجعى عراسي هو التالي بدأي سلك مين نظلم أكتر أهلينا بيهتونا بيقولوا أهل نحن اللي أكلنا نحن أنتو ما شفتو جدودنا بيقولوا لأهلينا نفس الشي مين بيربح أولادنا بصير خير مرسي ميشيل مرسي أبونا على الاستضافة بالتاريخ في مبدأ كتير مهم ما منقارن ما منقارن الانتنسيتي تباع الأزمات من فترة لفترة لأن ما منوصل لمحل لأن الأطر التاريخية الاقتصادية الثقافية الاجتماعية الدينية السياسية هي بحكم التغير والتبدل المستمر فما في قارن ما في قول جدودة تعذبوا أكتر مني أو ما في قول أنا عم بتعذب أكتر من جدودة بتخليني هذي الشغلة مقاربة فيها إموشنز ما فيها عقلانية بس في شغلة كتير مهمة لازم نخليها براسنا وقال جد نحنا بحالة أزمة مستمرة مستمرة من أول ما بدأت بذور هالفكرة هالكيين كلمة كتير كبيرة هالنظام السياسي اللي رح يصير لاحقاً لبنان اللي هي بالألف وثمينمية وستين تركيبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي انطرحت بهيد الفترة نحنا بعدنا عايشين نوعاً ما بالاستمرارية تبعاً اقتصادياً نحنا بعدنا اقتصادنا لا جزء كتير كبير بيتكل على ديناميكية خارجة عن إرادتنا وديناميكية بكتير أوقات هي بحاجة للتوازنات إقليمية وعوقات دولية لا يعطوك دور اتنين سياسياً اعتمد نظام هو نظام بطبيعته متخلف مش بالمعنى الناجاتف بمعنى رجعي اللي هو طائفية انت ما عم تعتمد نظام ديمقراطي انت عم تعتمد نظام فرز على أساس الهوية الطائفية وعم تعطي لكل طائفة بحكم عددها دور معين بالنظام السياسي يعني انت نوعاً ما عم بتعطل التجديد والتغيير التلاتة انت بمنطقة عم بتغلي من مئة سنة في شغلة ما كتير نحنا بنخدها بعان الاعتبار لبنان دولة بعدها فتية مئة سنة بالتاريخ ماشي لبنان أرض كتير قديمة تاريخياً ولكن كمنظومة سياسية عمرها بس مئة سنة بهيدا المئة سنة معظمة كانت أزمات وجزء كتير كبير منها كانت حروب إن كان أهلية أو إقليمية وزيادة محاولات تحديث أجهدت فالوضع اللي نحنا عم نعيشه هلأ معقد وهو وليد كل هالعوامل اللي حوالينا طبعاً هيدا شي لأن ذكرته موضوع الثقافة بينعكس على الثقافة بينعكس على شو عم بتغني شو عم بتلبس شو عم بتفكر شو عم تشريه كلها جاية من هالمنظومة المعقدة الشي اللي عم نعيشه هلأ شديد الوطأ علينا كتير لأنه السيء فيه هو تفكك ما تبقى من نظام أصلاً مفكك وهو تفكك مبدأ المؤسسة أنت ليه بتعمل دولة الدولة هي الهدف الرئيسي طبعاً هي مأسسة العلاقات اللي بتجبع مجموعة بشرية الهوية أنا ما بوافق أنه هي جزء أساسي بالمشكل هي من العوين مشكل فعلياً مش لهالدرجة فيه فرق بالهوية بين اللبنانيين الموروث الثقافة شبه واحد بين كل الطواف فيه فرقات بحسب المناطق أوقات شوي بحسب الطواف ولكن هالفروقات تتحول لعوامل فرز وصراع ضمن نظام الطائفية لخدمة الطبقة الحكمة ولكن هي لأن بدي أسأل حالي أنا سؤال تاريخي كتير مهم إذا المشكلة هي الهوية لما فيه حروب أهلية قبل 1841؟ 1841 هي أول مرة صار فيه صراع طائفي بجبل لبنان تجدد بالألف وثمانمية وخمسة واربعين تجدد بالألف وثمانمية وستين نوعاً ما تجدد بالألف وثمانمية وخمسين وكمان جزء من الحرب اللبنانية هي كمان استمرارية لها الصراعات بدي أسأل حالي وبلش شوي أطلع أن مشكلة الهوية لأوقات منحطها بالواجهة كهية مشكلة الأساسية بالدولة في أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية أقوى منها زي ما ناخد الأبعاد الاقتصادية والتأثيرة على الفرد مش بس على المجتمع بعتقد أكتارية الموجودين هون كانوا عم يجربوا يعملوا كاريير عم يجربوا ينتجوا عم يجربوا يوصلوا بحياتهم ووصلنا لمرحلة من المراحل بالأزمة اللي عمنا فيها هلأ عمل بلوكاج وستاتيكو كبير مش عارفين نحنا منبقى من فيل لوين مواصلين بدنا الحل وصلنا على الباطم ولا لا عبيلا أعرف هيك كسريعا تجربة شخصية لكل شخص منكم كيف تعامل مع الأزمة أنتوا أشخاص نشحين بالفيلد تبعكم عملتوا اسم عملتوا شغل كتير منيح كيف عم تتعاملوا مع الموضوع هلأ عم نتعامل معه بطريقة هلأ أطعنا بفترة ديناير مثل ما الكل أطع فيها هلأ عم نبلش نفكر بحلول تاني هلبلشنا ناخد أكشنز حتى نحسن كيف كل واحد عم يفكر بهيدا الموضوع استي جورج مش نفكر بعد بعد مش نفكر صراحة صراحة بعدنا بهول بهول الصدمة وعم نشوف كيف بنا نلملم نلملم جروحاتنا لأن احنا مش بس مرأنا بأزمة اتصادية مرأنا بأربعة آب ومرأنا ب 17-20 ومرأنا يعني بسرية متنوعة إذا بدك من الصدمات بعدنا عم نحاول نشوف كيف بنا نلملم حالنا تنرجع ناخد نفس تنلاقي حلول أنا بعدني بمرحلة الحديد إذا بدك جاد أنا قبل الأزمة كنت بحكم شغلي وكنت قللي من 2015 عم بركز أكتر على المواضيع الاقتصادية وكنت من الناس اللي ما اعتبرين أنه ما بعرف أي متى بدا تصير بس كل الأرقام عم بتشير أنه طالما عنا أزمة دولارات بنرحق مؤشر واحد وصعب تعرفه شو هو بس تطلع من أداء مصر في لبنان بتحس أنه بدأت تتقرب وصار العد بالأشهر اللي هو بال2016 بلاشي وقت ميزان المدفوعات طبعنا مكسور من 2011 وصار التقدير شو عنا نحنا أحتيات تنقدر نضاين طالما عم نخسر قصة وقت صرنا وصار في رهانات كتير أنه مع انتخاب رئيس جمهورية مع أول انتخابات نيابية مع الحكومة اللي بقى تجي مع سادر وما كان فعليا غير بالأمال عم بيصير شي بهيد الفترة أنا يعني على الرغم من أنه رايحين على مشكلة كنت هك في عندي شوية أمل على أساس أنه هيدا النظام السياسي اللي عندنا تجزروا بالعليقات الاجتماعية تحديدا من الحرب الأهلية وما بعد ما في شي معقول بقى يشيلوا خاصة كنا طلعين من تجربة مظاهرات 2015 أما يساعد بتغييره إلا الأزمة اللي بقى تجي هيدا كان الرهان الطفولة اللي كان عندي صارت بداية الأزمة بقاب أيلول 2019 جعلت صارت المظاهرات وكمان صار فيه نوع متى الرهان أنه طيب هلأ تنشوف هذا النظام السياسي كيف يتعامل مع الأمر الواقع الجديد من ناحية بونيتو المالية هارق اللي صارت ومن تحت المجتمع عم بيتحرك ثبتة بعد سنتين هون بيصير الأحباط أنه عندهم ما يكفي من القدرة على التأقلم والتلون والتماجن هكي المرة بصفة جديدة بعد ما تكونت اليوم بس عم نعيش أنا رأيي الشخصي هون مع الحكومة اللي تقلفت واحدة من النعائم الأساسية لتركيب نظام ما بعد الأزمة على أنقاضه وهذا شي محبط لأنه في مجتمع هو عم بيدفع الأكلف بالفترة اللي أنا شخصيا شو عملت كنت على صعيد شخصي عمقول أنه أنا بدي أبقى هون مش لأسباب بطولية في أهلي هون وفي حاجة لبقائي هون صار انفجار أربع آب نفس الأسباب اللي كنت عم تخليني صارت عم تقلي فيل صارت كرمال أهلي مضطر فيل واضح أنه في من أفق تسكر نهائيا وصارت القصة أنه وقت أروح على دبي وصارت القصة ما وقفة من السعودية وطار هيدا الشي فقررت أنه طالما واحد بدي أبقى هون بدي أبقى هون شو شو بدي أعمل فتجربة اللي جعت عملتها بأنه فيلم التليفزيون واشتغل شغل مستقل على يوتيوب والسوشيل ميديا على الصعيد المادي مساعدني أبقى على الصعيد المعنى وكيف واحد بيتعامل مع الأزمة بيبقاءه على المدى الأبعد بعد ما عندي جواب لأنه ما في باتقي جواب صح ما في إلك باقي بس يكون موقف عم نفشط على العالم يعني وما في إلك فالل لأنه فعليا منه قرار سهل فلا أدراني أبقى ولا أدراني فل شارل نفسيا ولا بشو نبليش نفسيا ما وراء السفر الواحد مثلنا كلنا الأزمة كانت ما رح فوت بالأمور اللي كلنا مشتركين فيها شديدة الوضع علينا كلنا بس الشي إنه دفشتني إخد قرار إلي سنين مش سنين إلي فترة بدي أخده هي إنه إترك شغلي القديم المدرسة لا إلحق شغفة التام والشام اللي هو التاريخ اللي ما كان في كفة لا أرجع للدراسة ولا كفة الشي اللي بحبه إذا بقيت بالمدرسة فنوعا ما الأزمة دفشتني لأيقض هذا القرار وقرارت إرجع على الدراسة وقرارت بلش عامل الشي اللي بحبه هي قد ما فينا إذا فرضا هذا البلد ما رح يضاين إذا فرضا عم بروح للسيناريو الأسوأ جزء من أساسة التاريخ بحبه كتير السيناريو السوداوية لأنه على كترة ما بيبين قبلهم بس خلينا نحافظ نقرخ نقرشف شو في شي حلو من دون أي أبعاد بطولية ولا مشاريع سياسية ولا مشاريع في شي حلو بهذا البلد في شي حلو بيشترك فيه مع الشارع الأوسط خلينا نفرجي هيدا الشي اللي خليني أني فعل الصفحة طبعي وعمل اللي عم بعمله هلأ هلأ عم نقطع فيه حاليا في كتير في كتير أشخاص كانوا عم يحكم مؤخرا عن أهمية اللي عم يصير معنا تيدفع الليبنانيين اللي هن كتير كواليفايت عندهم كتير من الكفاءات اللازمة تنصدر هالكفاءات ونجيب المصطلح اللي كلنا عم نعرفه هلأ على البلد هل هل ما انتالية عم نمشي فيها يعني انت انت هيك فكرت جاد بس تخليني من مايلي بستقل أكتر بلحق الباشن تبعي من مايلي تسورفايف تضاين أكتر بالبلد هل هيدا الشيء بوزيتف بتشوفه أكيد لا هاي الرواية اللبنانية التاريخية انه نحن عنا وصاروا بعدلوا التعبير كل فترة تخلصنا منتشرين الكورونا بتنتشر البشر عندهم أرض يبيقتربوا عنا هايدي الغربة الأسباب التجميلية لهذا الشيء البشع هو حاجة للنظام السياسي مش أكتر لأنه أنا وقتها وانا مش كانت هجرة يعني أنه دباي بالحد الأقصى فيها تكون مرحلة انتقالية أساسا الله يسطر دباي من شوف يجيها مصايب هي بس الفكرة أنه القرار وقتها جيت لفل ما في واحد يتخيل شو هو الشعور لحد ديت ما هو يعيشه أنه عم تفل تترك بيك وإمك وأصحابك هون وكذا ليش مش لأنك أنت عملت خيار ما بطل عندك خيار هذا بيشبه شوي التهجير يعني بقى تعبير أنه منصدر شبابنا ليبعطونا فراش دولار يعني ما في تجارة بشر أبشع من هايك ما قول تكون استخدام حتى هالتعبير يعني من مقاسة تدهور الأوضاع السياسية بالبلد أنه عنا الحكومة الحالية بالبيان الوزارة حطها في بند أنه تتبع المغتربين في أماكن اغترابهم بهدف استجلاب الرسميل شو بده وياحد يحكي بقى لأ هي مقساة بتحل مشكلة شخصية لكل إنسان مش نهيك أنا ما بدينا لأنه بعرف أنه ما في واحد كما يقول الناس خليكن هون وواحد يكون عابين سحر بالأرض بس بنفس الوقت أنه واحد يجي يقول أنه هذا الحل للبنان هذا الحل لأنقاذ طبيعة الحياة مثل ما وصلتنا على الأزمة بتستمر هاك في شي بشيع ويمكن ما براهن عليه ولا مرة بقوله لأنه رهان السابق على أنه بكرة بتجي الأزمة وبتتحرك شي بالسيستام بيّن أنه طفولة رهان أنه هلأ كمان واحد يقول أنه أفضل شي إذا لبنان بيتسكروا على المصريات وخليهم يتربوا يعني بركب غيروا نظامهم كمان مش هيك بتصير القصص ما في نوع عم نهرب من مشكلة كل الوقت هي أنه نحن كمجتمع لازم ناخد قرار شو بدنا نعمل ببلدنا إذا نحن راضيين عن اللي عم بيصير بكاف اللي عم بيصير وقت أقول كلمة راضيين ما عم بقصد النق النق هو ما بيعني عدم رضا النق هو نق إذا بنق كل نهار وبوقف على صف البنزين وبوقف عكذا وكاف حياتي عادة في سب كتير بس بالنسبة للنظام السياسي أنا عام معه بشكل عامل أرق بعدني ماشي حالي هيدا الشي إذا ما تغير وهيدا ما بيصير إلا بتنظيم سياسي والناس تيخد مواقف وقراء وبفهم تعب الناس وكذا بيصير الهجرة متاحة بس إنه حل بلد أكيد لا جورج حكينا كتير هلا عن الهجرة بالنسبة لك أيها أخطر الهجرة هلا اللي عم نعاني منك شباب أو الهجرة الأهلينا أطعو فيها بالحرب الهجرة هجرة أي أي ساعة الكان يعني بس هلا نحن صرنا بعصر متطور أكتر علميا صار فيه نسبة شباب متعلمة متخصصة عم نفقدها يعني كنا كنا نقدر نستفيد إذا بدك ببناء الوطن والمجتمع من خلال هالأدورات العلمية بسبب تطور علم اللي صار بآخر 30 سنة إذا بدك هادي عم نفقدها وهادي بتشكل خطورة بس كل عمرة الهجرة شيء منه هاين يعني شيء صعب على المهاجر وعلى الأرض لمهاجر منه عم بحضر ديك اليوم حبات كتير حدا قال إنه في نوعان للناس ناس مثل الشجر وناس مثل الطيور الطيور ما فيها تعيش إذا مهاجرت والشجر ما فيها تعيش إلا إذا شلشت وتوقف أنت قدام خيار إنه وين قدر شو قدر تكون يعني وين قدر تكون صورت للجواب مين قدر بتشبه أنا شخصيا يمكن تبه بحجة إنه أنا بعمري معين وعملت كريير معينة وبعبر عن حالي من خلال هالمطرح ومن خلال هالبيئة ومن خلال جدليات هالبيئة وصراعاتها وإنعكاسها علي وإنعكاسها على المسرح اللي ترجع تنعكس على الجمهور بشكل أو بآخر فإيه أنا يعني إلى هلأ بقدر كون شجرة مشلشة ويرات في كتير يعني يكونوا مثلي لأنه آخر شي هذا الطير المهاجر بدو يرجع معلش لو الصورة شوية شعرية بدو يرجع بدو يلقي بيت بشكل أو بآخر فأنا متمسك بهيدا البيت لأنه يمكن قادر اتمسك لأنه ملاقى حالي هون ملاقى هويتي الشخصية يعني بناء كياني الشخصية هون من خلال المسرح يعني كل عمري أنا اتهدى فيه يعني بطرح جدليات يعني هي جدليات الناس يعني منغرفها من الناس وتعرف المسرح مهم بحياة الشعوب من أي ناحية لأنه المسرح بطرح جدليات واحد عم بيقول ايه واحد عم بيقول لا هيدا هو المسرح إذا اتنانوا عم بيقولوا ايه صفة محاضرة إذا اتنانوا عم بيقولوا لا صفة مظاهرة فأي متى بيصير مسرح لما بيصير مناغش لما بيصير واحد عم بيقول ايه واحد عم بيقول لا وأنا عندي كتير من من هذه الصراعات مثلي متل أي مواطن لبناني بيعكسع المسرح هلأ مع الوقت بتتطور بتصير أهدافك مختلفة كحدا عم بيعبر عن حاله ويمكن على الآخرين إذا بيقولوا من خلال منبر معين يلي هو إنه أنا بس بكون فشة تخلق للناس تكون بس عم مراي ناصعة لإلهم لأنه بتعرف المسرح هو مش بس منبر سقافي وفكري وفني وهو منبر تواصلي من خلاله يتواصل مشاهد مش بس مع العمل يتواصل مشاهد مع ذاته من خلال شخصية بنائية باللاوعي أو بالوعي بتشبهه فبيصير يضحك عحيله أو يبكي عحيله من خلاله وهذه المراي يتسبت له إيجابياته يتعدله من سلبياته إذا سمح له العمل بعمقه يعترف بهالإيجابيات والسلبيات فوحدة من الإخبار خبرني ياها رجاع الساف إنه في مثل مرة روسي عم بيمثل ومندمج بالدور تطلع بالكواليس لقى في حريقة صار يصرق حريقة حريقة الناس فكروا عم بيمثل صاروا يزقفوا من دهشتهم بهالأداء الرائع وهو عن جد فزعين من الحريقة يقل لهم حريقة وهن يزقفوا يقل لهم حريقة وهن يزقفوا ولع المسرح ولعوا الناس ولعوا المسلين بما معناه إنه إن شاء الله نقدر إنه لما نقدم مسرح مش بس نخلي الناس يزقفوا خلي الناس يتحركوا تمتكلنا الحريقة جورج بعرف بعد ما فكرت بجداليات جديدة للمسرحيات أقولك بس معقول مثلا شمرة نحضر مسرحية ونسمع كلمات لولار مثلا بالمسرحية فراش هاوضي تفاصيل هاوضي تفاصيل العلاقة بالحوار بس في جدالية كبيرة مسلا كل عمرة بترودني وترودنا كلنا بس فترة الكورونا جدالية للوجودية خي إنه قداش بيقلك أنت يعني هل عم بيكتب قصة حدا مجوّد صلو 6 سنين ما بيجي بولاد أنا حاله وما بيجي بولاد طبيا بس أنا حاله من خلال الكتب قراءاته وفلسفة اللا إنجاب إذا بدك من خلال نيتشي وفرايد وإبو العلاق المعري وكل فلسفة اللا إنجاب إنه خي إيه إذا بتجيب ولد عهيد الدني بهيد الأزمنة وبهيد الأوبئة الإنسانية والطبية والاقتصادية والإشتفاء خير هي لشو هيدا أول شي أساسا من طرف واحد إنك تجيب تقطف روح وتلبسها لحم ودم وقت تحت إنون جذبية ضغطها كلها بشروط كل هيدا الحيات من وجع وقلم وفوق الدكي مطلوب منه يكون منيح أنا حاله في هالموضوع واستحب المرض وفجأة بعد 6 سنين فبصير عيش هيدا الصراع إنه قلبه عم منغنش إنه رح بيصير باي ولكن عقله مقتنع 100% إنه هو فرض إذا بدك فبيجيك بيصير تجيك تسمح لحيلك تفكر أعمق بقصص أنت كنت تفكر فيها ولكن الحياة ملهيتك لما زربتنا الكورونا والضيئة الاقتصادية وأزمة الدنزين كل هؤل أخبار غصنا أكتر بمواضيع أو بجدليات ترجى لسؤالك تقدر تنطرح بشكل أو بآخر على المسرح جاد أنا طول بتابعك بتعمل انتقادات بتجرب تحط حلول بنفس الوقت أو بتطرح حلول مثلية خصوصا بالاقتصاد أو بالكيين أو بالجدليات اللي عم تحصل حسب الوضع اللي عم نقطع فيه رح أطلب منك طلب أنت هلأ صرت الحاكم الأوحد للبنان طيناك البوفوار كله بكل النطاقات شو بتعمل هو واحد بد يبلش شغلي ولا شغلتان رايورتي طوب رايورتي عندك شو بتعمل طوب حتى الحاكم ما فيه بالنسبة لألي أنا الفكرة صعبة التعبير عنها بأرار لأنه أطلب واحد عم بيحكي أنه فيه نظام بده تعديل عم نحكي بعلاقة المجتمع بالسلطة وعلاقة السلطة بالمجتمع بالنسبة لألي أنا الأساس اللي عندي أنه الدولة ترجع اللاعب السياسي التنفيذي الوحيد الوحيد باللاعبين السياسيين اللي بيعابروا عن أراءهم وتشجيه هذا حرية مطلقة ولكن هيدا الشي في كتير ناس على السمع تلاقي أنه بديه أما تلاقي أنه منيح بس هيدا هو شي بده يوجع منه سهل مثل ما إذا أجتنا هالحكومة جديا بدأت طلعنا من الأزمة رح تكون أكتر حكومة رح تنسب من كل حكومات اللي أجوا لأن القرارات اللي بيتخدهم رح يكونوا بيوجعوا في عنا علاقة غير سوية بالسلطة السياسية وفي عنا وساطات لازم تنقبع ما بعرف كيف هالقرارات بدأت تصير بصورة ديمقراطية هيدا الشي اللي مرة عم بقرأ بيان العزوف تبع فؤاد شهاب سنة 1970 وقت عرضوا عليه يرجع يترشح على قصة الجمهورية ورفض بيحط شو الأسباب تبع رفضه أنه طبيعة النظام السياسي متخلف والإحتكارات الاقتصادية وبيقول أنه كله شكل السلطة في شكل النظام ما بيسمح للدولة تقدر تجيب عن الأشكاليات اللي عم تعترضنا بسبعينيات القرن العشرين بس بيقول أنه بس بيقول أنه بيقول أنه المشكلة أنه معالجة هؤال أزمات لا يمكن أن تحصل بشكل النظام الديموقراطي بقراءة لهذا النص أنا برأي كان عم يعترف أنه المرحلة الانتقالية ليركب نظام فعلي نظام عم ننتقل من حياة عشنها على 100 سنة بالحد الأدنى لحياة بقواعد أخرى ما فيها تصير بطريقة كتير ديمقراطية خلينا من هون بردلك الحكم ما بديه خلي الميكرو عبالي عارف أنت إذا بدك تطلع لبنان الميثالي من ناحية اقتصادية شو بتحلم فيه يعني أنت بتحلم يكون لبنان البور لبنان الإنتاج شو الكتعات شو أنت أنزع هلا عندك بخاني يكون أكتر أعطيتك القدرة الكاملة أنك تغير وتقول حسنولي هون شيلوا هون أقولي هيدا القطاع شيلولي هالقطاع بكامله شو بتعمل كل القطاعات الاقتصادية ضرورية بكل اقتصاد بالدنيا لأننا كتير بنسب المصارف لأننا برأي ما عنا مصارف نحنا بحاجة لمصارف الفكرة ما عندي ولا قطاع بشيله أنا بس الشغلة اللي بتمنيها بالاقتصاد اللي أنا بيلهمني شوي لأن الاقتصاد فيكون شي ناشف هو الشي المنه ناشف بالاقتصاد هو يرجع واحد يسأل حاله أي خيارات قيمية بدوها من المجتمع أنا بدي كل واحد بحب يعمل شي يقدر يصير عنده الكافاءة لا يعملها بنظام تعليمي مثل الخلق وإذا صار عنده الكافاءة وبيحب يعمل هالشي كون فيه سلهم اجتماعي بيقدر يرتقي فيه مشكلتنا بلبنان نحن عشنا آخر على قليل خمسين سنين تما نقول آخر ميتان سنين آخر مية سنين بلحد لأدنى كترة الأزمات صارت عم تعدل بسلوك الناس أنه بطل بيهمنا إلا الربح السريع لأنه فكرة الاستثمارات البعايدة المدى ما قلة معنا ببلد معقول يصير فيه حرب بعد سنتين معقول يصير فيه احتلال معقول يصير فيه عن شو بيتمنى اللبناني مشكل لبناني لأنه شو الفكرة الفكرة أنه أنا بشتري شغلي ببيع شغلي الاستيراد أنا ما بدي فوت بعملية صناعية هون بالبلد هاته يروح المحصول هاته يروح الانتاج هاته السوق التجاري الإدراس الشرائي تتعدل فيه سيلا عند المعاشات شو بتعان فيها هو كلهم واجعات رأسه بدهم استثمار بعيد المدى بدهم ربح بطيء ولكن أكيد بينما الاستيراد بيروح لك كل هالمخاطر بستورد وببيع بياخد كوميسيون عن طريق ما بعمل شي هيدا كله منه صح ضروري يكون في استيراد أكيد ضروري يكون في شي من القطاع العقاري الصحيح ولكن بخدمة أي مجتمع هل أنا بدي نرجع على الفكرة اللي كنت عم تحكيها صدر الناس اللي هون لبرا ويجيبولي مصاري هل المصاري هي غاية المجتمع ولا المصاري هي وسيط المجتمع للارتقاء نحن في شي ينفقد من الخطاب السياسي بالبلد وكأنه مش موجود بوقت هو مفروض يكون أساس الاقتصاد والسياسي رفاهية العاش ليش عم نشتغل سياسي ليش واحد بيهتم يتابع سياسي السعي هو مش إنه survival mode مش إنه يبقى على قيد الحياة متى ما صار وقعنا السعي هو إنه هيدا الشي خليني كل خيارات الحياة ننفتح قدامي كلنا رح نعيش حياة واحدة اللي بده يعمل مسرح بلبنان أنا مساء خيي واختي اتناي ناتون هاجروا هلا تاب اتناي ناتون شو بيشتغلوا illustration رسم حتى مش الرسم اللي هو بينعرض بالسالون يعني في بيعه لا رسم كتير شي ما قاله سوق تجاري اوكي فينا نقرر إنه فيه نوع من الأشغال بتكتفل من البلد وفيك تقرر إنه خيي مفروض الثروة تكون عم تتوزع بطريقة مش بالعدالة بالمعنى التطبيق للشيوعية إنه كل واحد بيخلق عنده هذا البيت ما عنده غيره عدالة بالفرص شو ما بتقرر انت أنا عم بخلق لك محل أرض إذا بتزرع فيها شي هي خصبة بس بدك تزرع فيها نحنا بلبنان مش المشكلة بكفاءة الناس في كتير ناس كفو أمل هجرة شو عم تيجي تقلي في عندك كفاءة بس هالأرض قاحلة ما بينبت فيها شي الاقتصاد لازم يتغير هو هون وهون بده تدخل من الدولة بنوع نظام ضريبي هون مصير على شي بيزهق شوي لهو إنه الضرائب مش على كل واحد معه مصاري بتعلم أكيد لازم على المقدر يدفع أكتر أكيد بس في قطاعات ما بتخدم مجتمع قد ما قطاعات بتخدم مجتمع هيدا اللي عنده شقفة أرض قعد عليها فترة ورجع باعة وطلع فرق خمسين ألف دولار هيدا ما فات حدا ما فات شي لبل ضر لأنه هاي بيصير سوق للمضاربة بينما إذا حدا عنده مصنع عم بيصنع شي بدل ما استورده لو عمل ما يكفي من المال مش ضروري حط عليه ضريب بس الفكرة إنه هالضريبة لشو بدي أرجع أستخدمها لحسن نظام التعليمي ولأقدر ساعد كل الخيارات المجتمعية إنه تقدر تطنبت من الأرض إذا قررت تكون هي زرعة هذا الشي مش موجود وهذا الشي اللي بتمنى ينوجد جورج جاد حكي عن نقطة كتير مهمة كأنه بيحكي عن الفن عن إخواته وإذا فينا نوصفها بطريقة تانية ما في سوق لشغل إخواتك هل الفن شي النسبة ضئيلة من الأشخاص بيشتغلوا بهذا دمان هل الفن صار لكجري بالمجتمع اللبناني وقديش عم يدرنا أنه ما عم نستفيد منه كقطاع كأندستري تصدر لبرة مش السكيلز تصدر لبرة تصدر لبرة إنتاج جيب مدخول كمان جرب نوصله بالاقتصاد كمان وقديش هيدا شي مرتبط بالتربية أو بالمناهج اللي أنت بلاشت حديثك فيه صحيح وهون استاذ شار يعني خبير بالمناهج وما بعرف إذا بيوفقني الرأي أنه نجرب نحط مثل ما قلنا بالأول نفرض بالمناهج الدربوية المواد الفنية لحتى ما تكون مثل ما قلت أنت كماليات تكون من الأساسيات تكون غذاء روحي ونفسي وفكري بنا نربي أجيال على هذا الأساس مش بالضرورة يطلع فنان الولد إذا درس بس على لي بيطلع زواق بيطلع مثقف بيطلع بيعرف يطلق العمل بيعرف يناقش وبيعرف يعمله تحليل بيفيده عصاعد فردي وعصاعد جماعي إيه للأسف الفن بلبنان ما زال له هلأ كماليات بالنسبة للأكترية خلينا نقول بالنسبة لبعض الناس لأ هو أساسي وهو غذاء إذا بدك فكري ضروري يتعمم لأنه بتطلع بأوروبا مثلا طلعت مرة ما رحت على لندن كان في مئوية شاكس بير يعني 400 سنة على موت شاكس بير سنة 2016 رايح أهضر كينجلير مسرحية بالغلوف ثياتر اللي كان يش يعرض فيه شاكس بير طلعت ما شوفير تاكسي قلت له رايح أهضر كينجلير بلش يسمع لي كينجلير شوفير التاكسي فيمثلة يعني هونيك بما معناه إنه أنه السقافة والمسرح بدم الكلمة ما فيه حتى مستويات فكرية لأنه أنا بالنسبة لقلي الطبقات الطبقات كيف فيه طبقات اجتماعية بتسبب مشاكل اقتصادية وسياسية بالبلد كمان الطبقات فكرية خطر كتير كبير وهيدا اللي عملو المثقفين قبل الحرب للأسف توقعوا وقعدوا ببرجون السقافة العالية ويطلعوا عن ناس منفاولون ويطلعوا لعنا لأ بدك تنزل مع الناس وتطلع أنتو إياهم إذا في منطلع وهون كما بتصير لغة الفن مقاربتك للفن انت كيف بدك تقرب لتصير اللغة لغة الناس وتجيبهم لعندك أنتو وطالع من عندهم من هواجسهم من جدلياتهم من مشاكلهم من بيئاتهم ليصير الفن يعني أنا تجربة الخاصة بتقول إنه لأنه أنا طالع من الناس لأنه أنا اشتغلت يعني طلعت بالباسطة رحت على جماعتي ورحت اشتغل تويتر واشتغلت 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 بس بنفس الوقت كنت عم بعمل كل هاودي لحتى اتعلم ولحتى أخذ هالسقافة المسرحية اللي هي شغفة جربت امزجهم مع بعضهم وقدرت إذا بدك بشكل أو بآخر على قد ما قدرت إنه اجمع تقريبا كل شرائح للمجتمع بدون تفرقة أو بدون طبقة فكرية يعني بيبقى الدكتور قاعد حد الأمة بتبقى المحجة بقاعد حد المفرعة بتبقى العجوز قاعد حد الحفيد وكلهم مبسوطين وكل واحد عم يغروف قد ما هو حابب يغروف لأنه بالنتيجة النقاط المشتركة الإنسانية هي هي يعني لما أنت بتغوص بأعماء النفس البشرية وبعطيك مثل مثلا غنية بريت البنوت إذا كان رئيس جمهورية يجوز بنته أو كان حيالله شخص نفس الشعور اتنيناتهم لما بتفتش على القواصم المشتركة وبتطرح بالعوضة للجزور للتوصل للنتيج بعتقد أنك بتقدر توصل لك أكبر عدد ممكن من الناس بس هيدا مسألة خيار يعني مثل ما قال كويتو راحوا على فن إكسبريمنتال نوعا مولئي هناك أنا لقيت حالي بالفن الشعبي يعني كلها حسب المقاربة بس أكيد هيدا شي بتعلق بالمناهج التربوية لحتى نقدر ربي جيل يصير بدمه مقتنع إنه من أولوياتنا الفن والسقافة لنقدر منهض بمجتمع نسميه فيما بعد متطور نوعا شارل المناهج بقارف عطول إنت عندك امتعاد عن مادة التاريخ كيف تدرس بالمناهج إن كان بالمدارس أو حتى بالجامعة بالمواد الصغيرة الممكن تقطع إذا بنحكي عن نفس الطريقة من نفس التاريخ بس من ناحية التاريخ نحنا دائما بنعرف إنه بنجرب غير إنه ممكن التاريخ عيد نفسه نحنا بنطلع على تاريخنا نشوف كيفية نستفيد منه نحنا بلبنان التاريخ واصل معنا لسنة معينة في تحريف لقلو حسب ما كمين دائما نسمعك وستوب هل هيدا الشي قديش عم يضرنا نحنا نقدر نجع نوقف عجرينا نرجع نعيد الخطأ هو ذاته لأن الأزمات بتجي بأشكال مختلفة ما رح تجي بنفس الشكل دائما نور اذا بتوفقون الرأي أنا أول شي بوافق على الفن غايب من المناهج التربوي بشكل تام في نظرة دونية لإله أنه هيدول بغنوا بيرسموا فهن يبقوا الأفراد اللي بدون إقصاء على المجتمع وهيدي شغلة من أهم عناصر لبلدنا فعليا ما بينتوج أي شي على صعيد المنطقة من بعد مكان هو مركز محور إنتاج وتحديث فني لتقريبا فترة قرن ضمن شي اسمه الحداث العربية المناهج في لبنان هي مناهج متخلفة بامتياز كل المدارس إن كانت خاصة أو رسمية هو منهج منه حديث يعني هو منهج عم بيحضر طلابنا لعالم ما بقى موجود عم بيحضر طلابنا أول شي للهجرة هيدي شغلة كتير مهمة لأنه الهجرة شغلة هي بتخدم النظام بشكل أساسي لأن أنت مين عم بتفلل أنت بتفلل أكتر حدا ممكن يرفض هذا النظام وعم بتفلل عنصر التجديد عم بتخليلي أقل شي في سوريا رح أتشكي أنت عم بتقول نوعا ما كمان سمتك بعدة مقابلات عم تشدد على الكلمة المفتعلة مانا مفتعلة هي وليدة عوامل عديدة بس صارت آخر شي موجودة وبتخدم النظام القائم منهجنا قائمة على مبدأ الحفظ على مبدأ تعلم كل الأمور دون الاختبار غريب كتير أنك تعلم كامستري من دون ما تكون وين باللبوراتوار ما قلة طعمة تقعد تعمل كل هيدا الأمور على الورقة والألم ما بتوصل لمحل غريب كتير أنك تاخد كتاب جغرافيا وتتطلع أنه أقل شي فيه بكتاب الجغرافيا في لبنان خرايط في كتير نصوص قبل ما أوصل على التاريخ كتير غريب أنه قليل حدا من طلابنا بيعرف الشعر العباسي على أساس نحنا منا جزء من العالم العربي على أساس نحنا بسكندنافيا وبيعرف شعر فرنسيوي قبل ما يعرف شعر عربي هذه كارسة هذه كارسة لأن أنت عم بتقطش شلوشك بإيدك نظامنا نظام التربوي معمول لتقطيش الشلوش حتى بالمدارس لشوي عم بتجرب تعمل شي جديد بتوقف دايما قدام حات مسدود هي الخطوط الحمر بلبنان لجزء منا مبررة عبر شو بيدرسوا بالتاريخ راح أعطيك مثل لبنان دولة جديدة ولكن أرض قديمة شو ما كانت علاقتك إذا بتعتبر حالك أنت فنيئة أو عربي أو اللي بدك طلابنا ما بيعرفوا شو يعني الأبجادية الفنيئية هدي كارسة لي ما بدون يعرفوها إذا عرفها إذا هو بدو يكون فنيئة أو بدو يكون عربي هاي قصص ما إلا علاقة هاي دي مرحلة تاريخية سيئبت إنه بالألف الأول قبل الميلاد سكان هيدا المنطقة هني طوروا نظام كتاب الأبجادية هي أكيد بدأ إحكي عنا لي ما بدأ إحكي عنا هيدا جزء من التاريخ طلابنا ما بيعرفوا مثلا إنه جزء كتير كبير من الشخصيات المحورية ببداية المسيحية من صور مثلا ومن صيدة طلابنا ما بيعرفوا إنه عنا مدينة أموية حد نفسها هي عنجر طلابنا ما بيعرفوا إنه كان في إمام اسمه عبد الرحمن الأوزاعي أسس مدرسة فقهية إسلامية بقية قرنين ببلاد الشام وبالأندلوس طلابنا ما بيعرفوا مثلا رأخبركم شغلة كتير ما بيعرفوها شو فخر الدين بالسردية اللبنانية الأب المؤسس طبعا هيدا شي لا يمط بصلة إلى الحقيقة التاريخية في شغلة أكتر عن فخر الدين في علمها فخر الدين بفترة اسمه الغلاء الكبير في أزمة بالشرق الأوسط من بعد ما لقرون كان هو صاحب الكابتل حتى لو كان قبل فترة لنستعمل مصطلح رأس المال هو كال هالدهب والسلع اللي بتجيب كتير مصاري سكر أمح حرير توابل بتقطع هون على أوروبا لحد ديت ما أوروبا اكتشفت العالم جديد وكتشف مناجم ببوتوسي بالتشيلي بعتقد هالمناجم كانت مناجم فضة بسيطرين عليها الأسبان بخلال القرن الخامس عشر والسادس عشر السوق العالمية صار فيها فائد فضة أسبانية الدول اللي بتتكل على الدهب مثل هون صار فيها أزمة صار بدت تبيع الدهب تبع على تشتري شو الفضة تبع أسبانيا لأن العملة صارت فضية هيدا شغلة أثرت كتير باقتصاد السلطن العثماني فخر الدين لما منحكي عنه إنه كان بزنس مان إلى جانب إنه هو زعيم محلة بمنطقة جبلية من أطراف السلطن العثماني فهم إنه أنت لتنمي المنطقة شو بدك تعمل بدك تجذب هالفضة والدهب فاهم اعتمد اقتصاد وهون بداية اقتصاد الحرير بجبل لبنان وهذا الشي اللي يغير وخلق الديناميكية الفريدة من نوع بين الدروز والموارنة وسمح إنه الفترة تبعه تكون فترة نمو وازدهار اقتصادي بمنطقة عيشة أزمة اقتصادية كتير كبيرة ولاحقا بعد قرنين هالذكرى إنه قدروا عيشوا مع بعض وكان في ديناميكية طلعت الفكرة اللبنانية إيه أكيد ما منحكي عنه هيدا شيء تاريخنا بعلمنا أمور عقيمة تبرر النظام الطائفة تبرر الفرز الطائفة وتبرر السلطة القائمة وجزء منه أكاذيب مفتعل مش قصة مفتعل يعني ما إجوا بالدولة اللبنانية أول ما كانوا عم يبنوها قالوا يا جماعة ما فيك تعيرهم هلأ تزكى أكيد ما فينا نعيرهم هيدا الشغلة هي مش مفتعل هي فعليا أخدوها من الانتداب الفرنسي أول مرة نكتب كتب تاريخ لتتدرس بالمدارس ما ننسى التاريخ بالقرن التاسع عشر كان كان للنخب نخب فاضي تقرأ وتكتب تاريخ أو كان في شيء اسمه التاريخ الكنسة أو التاريخ الديني لمين عم يقرأه رجال الدين يعني العامة ما كانت تقرأ تاريخ العامة الشيء الوحيد اللي كان يوصلها من التاريخ هي عبر الحكواتة عبر القصص لمن خلالها كانوا يمرقوا القيم طبعا الفرنسيوية بفترة الانتداب هي فترة تأسيس الدولة اللبنينية جزء من تأسيس الدولة اللبنية لأنه بنيت على مودال شيء من سميه الاتانسيون الدولة القومية يعني دولة قائمة على وحدة أرض لغة وثقافة هلأ باللبنان العنصر الرابع اللي هو الوحدة الدينية ما أنه موجود فاعتمدوا مبدأ التعددية واخترعوا مصطلح ما بحياتنا استعملناه بالشارع أقليات مصطلح الأقليات ومصطلح استشراقي نشروا كتير الإرساليات الغربية واعتمد ليبرر سلطة الانتداب الفرنسي فبلشين كتب تاريخ المنطقة من أوائل اللي كتبوا تاريخ المنطقة بي كتب لا ينشروا هن الأباء اليسوعيين منون أنري لامنس لجزء كتير كبير من شو حط بالكتب طبعه بعده لهلأ بكتبنا أنري لامنس شخصية فريدة من نوعه كان استاذ تاريخ باليو أجي قبل الانتداب وبعد الانتداب وطلبوا منه الانتداب نوعا ما ينتج تاريخ الرسمة لدولتين جداد للبنان ولسوريا ولكن أنري لامنس هو ينتمي إلى مدرسة الاستشراق لنوعا ما بتحتقر الحضارة العربية والإسلامية وبتعدبر أن المسيحيين المحليين الشرقيين هن ما دون أوروبا هوا ليش كتير مهمين نقولهم لأنه فوت كتير أمور بالطريقة اللي منتعاطف فيها نحنا مع تاريخنا جايين من هايدي السرديات وحان الوقت أنه نشيله على جنب في مؤرخ نسيت اسمه بيقول إذا التاريخ ما بيحرر بيكون عم بيخدم الاستبداد جزء كتير كبير من الاستبداد مش بس بلبنان ولكن بالعالم العربي يبرر على أساس التاريخ وهون الخطورة جاد إذا بدك تكتب هيك بعد عشر سنين نقط صغيرة عن التاريخ اللي عم نقطع فيه هلا حاليا وبدك تحط بالبريوريتي عندك شو الأسباب نقطة تانية كتير مهمين الأسباب اللي وصلتنا لهون كأزمة اقتصادية نحن لم فلسين هلا حط اللي أندوترو والحق عمين أندوترو بين أكتر شي بين لم يعني إذا بدك توزع الويت طبعا اللوس طبعك عمين تعطيها أكتر شي لك فيه واحد كتير يحكي بالقصص التقنية ودولار وكيف طلع الدولار من هون قصة الحاجة للإستيراد وبنية الاقتصاد كيف تركبت بعض الحرب وحتى هي قبل الحرب بس تعززت بعض الحرب أنا برأيه هولا كلهم عوامل سامتوم يعني للمرض الأساسي اللي هو أنه مع عندك مركز اتخاذ قرار المشكلة اللي صار عم بيصير نحن تقريبا من سنة 2011 قول 2016 واحد يكون كمان عم بيخفف ريسك يعني من وقت نحن مثل قاعدين بالباسنجر سيت مثل أنا قاعد حد الشوفير وبوعا من النوم بلقي السيارة مسرعة بتطلع ما في حدا ما في حدا على الديركسيون النظام السياسي بكل الدول شغلته هو ما ارتضاه المجتمع لفض النزاعات وإدارة أمور المجتمع سلميا لأنه إذا نرجع لما قبل الدولة كان حاجة العيش بتبرر كل شيء فتجمع الناس قبائل والقبائل بتقاتل بعضها تتأمن قوطة أما أرض تقعد عليها الدولة هو الشيء وقتها بلشت علاقات المجتمع تتوسع ويصير في تبادل بين الناس في حاجة لضمان هالعليقات بعيدا من منطق الحق للقوة يعني بالمطلق على الرغم أنه لا تزال تسري بكتير من محلات بقى بصير السؤال هل الدولة تابعنا بلبنان عم نحك الحكومة ومجلس نيابة وقضاء وقوى أمنية وظيفتها فعليا هي فض النزاعات أما الاختلافات سلميا عنا دولة نحن مش صايرة بتاريخ البشرية مش صايرة بتاريخ البشرية ولا دولة بالكرة الأرضية دولة بيصير في عندها انهيار مالي بطال الدولة نفسها مصرفها المركزي والمصارف ما بتاخد ولا قرار بغض النظر يعني فيها تاخد قرارات سيئة فيها تاخد قرارات منيحة ما بتاخد ولا قرار جاد هلا هيدا ناتج في مرة حضرتك مع ألبير كوستانيون على صفحتك في يوتيوب كنت عم تحكي عن الجهل تبع صناع القرار يعني طرقته لخبرية اليوروبونس كنت عم تحكي انه اكتشفته انه أكتريت صناع القرار او السياسيين ما بيعرفوا لكن عم نحكي عن نواب نواب يعني عم جملة أكتر بس لا يعني بيكونك يعني ما فيك ترفعهم لمرحلة اتخاذ قرار نايب بلبنان بكتير من المحلات عم بيحضر الأخبار متما نحنا بنحضرها وما عم بالغ ولا عم زم فيهم يعني فعليا هيك نظامك السياسي فعليا كنايا عن 6-7 أشخاص وبعض المسؤوليين في بعض المواقع المركزية يعني عندك الزعمة الأساسيين عندك حاكم مصرف مركزي عندك قائد جيش عندك بقية الأجهزة الأمنية وعندك شي منصبين عدليين وبس الباقي كله تجليط وهذا مش عم كمان ما عم بزم بتجربتي يعني 10 سنين عم بيشتدل صحافة بنزل على المجلس النيابة بروح على مجلس وزراء رح خبر خبرية بس عن مجلس وزراء طيب واحد يعرف عن شو عم بيحكي في مرة كان فيه تصويت على موضوع سوكلين إذا ما إني غلطان 2015 بيصير فيه تصويت والتاشناك بصوته عكس العونية جوا ناس إذا مع ولا ضد تمديد للعقد ولا شي وبتقوم الجرائي التاني نهار بتصير تحكي إنه فيه خلاف بين التاشناك والطيار الوطني الحر ولا لا وكذا بتصل الوزير تناعرف شو صار بالجلسة بيقول لي خي ما حدا رح يصدقني بس رح خبرك إيها متماهية نحن قبل كل الاجتماع مجلس وزراء نجتمع بيخبرونا شو رأيهم يعني كالتكتل يعني مش هلعون أما شخص رئيس حزب التاشناك بالوقت بيخبروهم إنه نحن بهاي الموضوع هيك بهاي الموضوع هيك بهاي الموضوع هيك بيفوتوا بينطرحوا بمجلس وزراء بيصوتوا انطلاقا مما بولي غوي ما كان ما حكينا قبل الاجتماع بموضوع سوكلين فاللي صار إنه بلشوا التصويت وأنا أول واحد بالتكتل ما عرفت شو بدي صوت صوت لا بس هو مش إنه قرار سياسي ماني مختلف معهم لو لو قالوا لي إنه إيه كان صوت إيه بقى صناع القرار لا أبدا منه نجهلي لا يعني ما في حدا بيقدر يكون بموقع قيادة على مجتمع لثلاثين سنة وعشرين سنة بيكون حمار وما بيفهم ما يمكن فيه استثناء أم استثناءين بشكل عام هو عالم عندهم على القليل فطنة على القليل بيفهم وتاني شي عندهم تجربة طويلة أغلبهم عيشوا كمان انهيار المالي بالستة وثمانين بالثلاثة وثمانين وما بعد وعيشوا اتنين وتسعين عيشوا التسعينيات شو قطع فيها وبيعرفوا شو عم بيصير السؤال هو هل مش نيك أنا ما بشيطن السياسيين ولا بقدسهم بطبيعة الحال لانه إذا أنا بحط حالي محل حيالله واحد منهم بالبنية السياسية اللي هو بياخد فيه قرار هيدا إجا شرعيته من كونه كان يا قائد ميليشيا يا هو قيادة على طايفي ومحكوم بقية الطوايف أيضا طيب سؤال أنا إذا بدي حط حالي محل سمير جعجع أم جبران بسير محل نبيه بري أم سعد الحريري وبيجي فيه انهيار مثل اللي صار بحطي معلي الانهيار زي بديشتغل دولة وزع الخسائر اللي جمعت بصورة عادلة ويكون فيها هدف بالآخر إنه توصل لمحل طلعني من الأزمة هيدا الشي بدي يرتب للمجتمع عندي مين استفاد بالفترة السابقة من الفوائد من الأموال العقارية من الهندسات المالية هالنوع من التقسيم الاجتماعي هو تقسيم أفقي يقسم المجتمع انطلاقا من مين استفاد ومين ما استفاد بينما شرعية السياسية جاي من تقسيم للمجتمع هو عمودة جواة حزبي عندي واحد استفاد وعندي واحد ما استفاد جواة حزبي عندي واحد عاطي عن العمل وعندي واحد عنده بانك جواة حزبي في عندي من كل شي كيف فيه أنا اتواصل مع حزبي نفسه وقل له بدي حملك لك الخسارة انت رح احميك من اي خسارة وحافظ على حزبه بده ينفجر الحزب اذا هن بيعرفوا ولكن الشرعية السياسية اللي بيأمنها نظام طائفي للزعيم بتمنعوا عن الحركة الا بمنطق العمودة مشان هكيف يتعاملوا مع الازمة رجعوا رجعنا نسمع انه الشيعة عندهم ميزوت ونحن معنا ميزوت وهيدا معه سلاح وانت جاب انت زلمة امريكا لأ انت زلمة ايران محاولة ترجع تفوت ازمتك الاجتماعية على امع بقدر ديره وهيدا اللي صار وهيدا اللي سبب انه بعد سنتين يقدروا يرجعوا يعملوا حكومة متل حكومة اللي سببتنا بالانية ريزاتة يعني باي بلد طبيعي بالعالم هده الشيء مش بسهولة بيصير على القليل بس كمان لانه ما عندك دولة المجتمع عنده ما يكفي من الخوف من العودة للحرب الاهلية مستعد يقبل بالحمايات المتاحة على انه يحلم ببلد افضل انا دايما عم جرب نكون شوي شوف اذا فينا نعيلي سوريا عمكون سوداوي حاسس حالي جومي تقفهم بالعكس عم جرب شوف اذا في حلول يعني عم جرب نسأل اسئلة نشوف هاليا تورا منقدر الحلول كأنه عم بفهم من الكل انه المشكلة مش اذا اخدنا قرار اقتصادي او لا او حرارنا قطاع خاص او لا او زبطنا المشكلة لو شو ما نعمل طالما في المشكلة بهيدا الكيين لو شو ما نعمل هيدا حلول تمبرير راح تكون سوريا سوريا بس انا ها يمكن عم بطول بالحكي لعا اخطصري كتير القصة مش قصة اجراءات تخذها لانه برحاطي مثل في صراعك بالعالم كله انه يمين ويسار في ناس بلبنان حتى بتشارع فيه انه هلأ الخصخصة هي الحل في ناس بتقولك لا التقميم هي الحل المشكلة بالقطاع الخاص عنده جشعة المشكلة بالقطاع العام ما عنده كافاءة طيب ما بدي اقف لهون و لهون عندي رأيي الشخصي بس بيغض النظر السؤالي انا بواقع الدولة اللبنانية اللي نعرفها اذا اممت هالدولة اذا استرجعت قطاع اخدت هلأ مع انه هو ملك الدولة بس اخدت ادارته حتى قطاع الاتصالات رجعته اذا نفس الادارة السياسية بعرف شو احتعمل فيه راح تدحوش فيه مين ما فيها تدحوش موظفين قبل الانتخابات بما انه صار فيه كتير موظفين بيبدا نغلي الفتورة بيبدا تفلس الشركة بما انه الفتورة بدي غليها على اللي بدون ينتخبوني فلقمة غليها خليها تفلس هيدا التقميم طيب الخصخصة شو هو الخصخصة هو بيطلع لك جهاد العرب والعيتاني وداني خوري وتدي رحمي وغندور يمكن بعد فيش واحد علاء الخواجة سبحان الله بيفهموا بكل القطاعات انا اكيد اذا بدهم يعملوا مسرح فيه نفسوك استيس جورج لانه عندهم ما يكفي من الكفاءة بالزبال بيفهموا بالردم بيفهموا بالعمار بيفهموا بكل شي فالخصخصة بما انه ما في دولة عم بتحط قواعد للخصخصة فيها تنافسية وفيها اعتناء بالموظفين اللي بده يكون بهذا القطاع وقداش كلفة هيدا الشي على الناس وتبقى تدفع فوتير بتخلص عنده فنحنا قاعدين بمحل مسكر فمشن هيك القصة منا بانه اخد هالخيار ولا هالخيار منا مشكلة تقنية نحنا بأزمة بمين عم بياخد الخيارات وانطلاقها من اي شروط اذا هاي ما بتتغير ما بتتغير شي من بعضه سؤال موجه لجورج ولشار لانه علاقة بالسقافة المالية او الفينانشال ايدوكيشن هل ايه منصح مية بالمية بارت كتير كبيرة من اللي وصلنا له هي لانه كل شخص بيعمل مصارب لبنان بيجمع عشرة عشرين سنة مبلغ اللي بيحطو بيروح بحطو بالبنك بيقبط فايدة لي هيدا السقافة المالية المتعارفة بكل لبنان هل من نحن لازم نلوم حالنا وهيدا السؤال بدأ سألكني هل عندكن تعتبروا حالكن عندكن سقافة مالية على قليل المنمم تتقدروا تواجهوا كل ازمة اقتصادية جاية من خلالكم تتواجهوا غير نفكر ان نحط مصريتنا بالبنك نقبط فايد عليها هل قديش مهم هيدا الشي يكون موجود عنا بالسقافة بالمدرسة بالمنهج غير التاريخ والفن يكون في شيء اسمه نقدر نقيم المخاطر البرسونال فاينانس تبعنا يلي هي بالنهاية ممكن نحنا كافراد نتحمل بارت صغيري من الاخسار اللي وقعنا فيها يمكن لانه نغرينا بالفويت يمكن لانه سمعنا انه لا هيدا البنك ما بيقشت او لا الليرة بخير او بكرا الامريكان بيدعمونا هيدا المورال هازر دايما عنا إياها نحنا قديش عنا هيدا الفاينانش ال ادوكيشن جورج وشارل استي شارل بيفيدك بهالموضوع اكتر كمان ما انا بنا نكبع عجاد بالاخر قبل ما نكبع عجاد في شغلتين بس بدي عقب على شغلة عجادة كتير مهمة هي الخوف من الحرب الاهلية وربطها بالتاريخ من ادوار التاريخ باللبنان هو صناعة الخوف هو صناعة الخوف من الطواقف لبعضها وفرز هل تحويل هل هويات اللي ممكن تكون هويات حلوة انه فيه تقس الارتودوكسي تقس المروني طريقة الاذان الهندسة الخاصة اللي ممكن تكون جزء من نظرة تعددية للتاريخ تتحول لفرز لقداة فرز وهيدي اخطر شي شغلة تانية كلمة صقافة باللبنان منحطها شمال ويمين صقافة مالية صقافة ما قلونا عليها بالصقافة هؤمور اجرائية وبوافقك لازم يكونوا جزء من التعليم ضروري يتعلموا هلا قداء بدنا يلوم الشعب انه جزء من الازمة عليه هادي شغلة كتير خطيرة الذي يلام هو صاحب المسئولية اولا واخيرا والنظام الاقتصادي متل ما موجود بخدمة النخبة الحاكمة هو اللي عم بيفرز هادي الازمات من مئة وستين سنة لهلا شاء اللي عم ترجعني للسيستام سيستام هو ما عم بيخلي يكون فيه في عندك منظومة استمراريتها تحتم وجود ازمة دائمة لبنان ما في النظام طبعه يستمر اذا ما فيه ازمة هالأزمة بده تكون او كي بدي برر انا السلطة طبعي كقائد طائفة قالك شي كتير مهم جدا انه فعليا البلد بييد مجموعة كتير صغيرة من الناس لهن بيطرحوا نفسهم البديل عن المؤسسات كي بيطرح نفسه بديل عن المؤسسات اولا بافراغ هالمؤسسات من دورة الاساسة اللي هي تأمل لك القانون law order security والرفاهية هالأربع الأمور الرئيسية انت ما عندك ياها هو بيأمل لك شغلة واحدة الحماية من عدو مصطلع اللي هو بقلب البلد وبيرجع بيعمل حكومة هوية بالأخير قلت شغلة كمان ما ملحقنا نجابها اذا التاريخ بيعيد نفسه ما بيعيد نفسه القطر بتختلف بس فيه باراليسم فيه باراليسم هائل من مئة وستين سنة لهلأ كيف عم بيتم اجهاد مش اول مرة بيصير فيه تحركات شعبية بلبنان اول مرة صار فيه تحركات شعبية بالألف وثنمية وعشرين ضد الأمير بشير يعني مجموعة الموجودين هلأ بيطلعوا هلأ دقباله بالنسبة للسلطة اللي كانت بييده اسم العميات وقتها مزارعين بجبل لبنان يمكن يكونوا هيك تأثروا شوي بأفكار انه نحنا لنا حق يكون لنا صوت عملوا ثورة متعددة طالبوا بأول شي المشاركة بالحكم طالبوا بتخفيض الضرائب لعطيكم فكرة صغيرة بس شو يعني جبل لبنان كان ينتج تسع مليون قرش عثمانة كضرائب خمس مليون منهم بروحوا للأمير بشير من هون في قصر بيت الدين يعني بيوصل أربع مليون بس للسلطن وطالبوا كمان بإلغاء الامتيازات تبع الطبقة الإقطاعية الأمير بشير والمقاطعجية الباقيين كانوا على خلاف تحده وقضيوا على العمية الأولى إذا بتروحوا على الحفد بالحفد في شيء اسمه شير العمية بعت الأمير بشير ابنه لأنه الإقطاع عنده ميليشيات الميليشيات تابعهم الفلاحين الثائرين كبوا حالهم من الشير فضلوا يموتوا من أنه يتم تعذيبهم المفكرين اللي لعبوا دور واحد منهم هو مطران اسمه يوسف إستفان والتاني إستاذ تاريخ اسمه العين توريني واحد منهم تسمم ببيت الدين اللي هو إستاذ تاريخ المطران ما فيك تقتله بس قد ما فيه الأمير بشير زيحه عن الإدارة فالسلطة مثل ما هي موجودة هي سلطة تستمر بالأزمات والشي اللي بساعدها تستمر بالأزمات بدنا نطلع شوي من قلب لبنان لشوي للمنطقة نفهم نحنا وين نحنا شو نحنا مين انت بمنطقة عم تغلي من مئة سنة مسألة اللي رحقولو هلأ كتير رح يستغربو بس بالتاريخ في شي اسمه يعني بتحط الأمور بالزمن الطويل لا تفهمها أكتر مسألة وراطة السلطن العثمينية بعد من حسمت شو يعني مش انو مين بدي يكون السلطان العثميني طبعا مش أردوغان هي مسألة في دولة نوعا ما حكمت المنطقة لفترة 400 سنة راحت في فراغ هائل من بعدها لحديث هلأ بعد متلقة الشرعية اللي كانت لهيد الدولة وأنظمة عم تجي محلة نين انت بمنطقة فيه ما بيفهم جزء من عوامل الحرب الأهلية بسوريا هي التغير المناخة هي الجفاف الهائل لضرب منطقة الجزيرة هي منطقة خصبة جدا وخلت أنه كل هالمزارعين لما عادي يجيهم مواسم على فترة 11 سنة من 2000 لل2011 عم بيهاجروا على الضواحي طبعا المدن الكبيرة اللي ما قادرة بقى تستوعبهم وهيدي الشغلة اللي ساهمت بالأزمات الاجتماعية بروز التطرف وهيدي الشغلة موجودة باللبنان نحنا تصحر ما قلنا غير نطلع على الهرمل أو جرود كسرمان لنشوف كيف الغطاء النباتي اللي أمور بدنا نخدها بعين الاعتبار الماي نحنا بلاد عكس ما بيخبرونا نحنا بلد فقير جدا بالماي مش منو غني تاريخيا بالماي فقير جدا بالماي هايدي أمور بالإضافة أنه في صراع مع إسرائيل في منطقة عم بترجع ترسم كلها بتأثر على أنت شو أنت شو دولتك أنت دولة وهم بيقولها بيصنفها دكتور جورج قرم إتا تنبون أنت دولة معمولة لتكون منطقة تنفيذ صراعات هايدي شغلة اللي بيسهلها هي البنية الطائفية بيصير فيها المصالح الإقليمية تفوت عبر البنى الطائفية لا يكون فيه تنفيذ صراعات وثلاثة أنت مين أنت مجتمع بينتج ولا مثل ما كان عم بيقول جاد مجتمع ريئي اقتصاد ريئي أنت بس عندك شورت تيرم بنيفت ما فيه لونغ تيرم هوا كلهم بدأ نخدم مع الاعتبار تنقدر نلاقي حل جورج نترك لا اللي قاله عن جد معه حق فيه بس الحل أنا برأيي الجزري هو عندهم بالمناهج التربوية تحويلها من نظام حقوق وواجبات وعقاب وسواب تحويلها من مناهج طلقينية الى مناهج تفاعلية هيدا الحل لثلاثين سنة لقدام لكذا جنراسيون إذا بلشنا من اليوم كاكا منحكي عن المناهج ماقول يكون حد عم نكون عنده تصور للجيل الجديد يلي هلأ فيت على الجامعة شو ماقول يكون الاختصاصات يلي ممكن يستفيد منه أو نستفيد منه أو ما رح يستفيد منه بقى من برا الازم اللي قطعت جاد أنا قصة الاختصاصات بعد ما في عندك أي اقتصاد في شكل واضح لوين بديو يروح ما هو تقدر أنت تحدد هذا الشي بديو يكون في توجيه ولو بالحد الأدنى مش توجيه يلي هو غاية دعوان بس على القليلة بالحوافز هلأ غاية هلأ الوضع تبعك بياخدك على كل الأنواع اللي مش بحاجة كتير لدراسة جامعية يعني مش هكي بتلاقي في عنا كمية من الناس بيروحوا بيعملوا بزنس ما بعرف لشو بيفوتوا على البنك بس بتقدر تفوتوا على البنك بحياة لطريقة يعني أصلا في كذا اقتصاص للبنك بس البزنس هو اقتصاص هيك بحسوا أنا أكتر منه خيار اقتصادي وخيار سقافي انتلاقا من أنه بيفتح لك مجال كتير للإخبار اللي هي متوفرة تجارة العقارات مثلا نحنا قبل الأزمة هاي دي بالالفان وستعش زمني غلطان كان الرقم كنا عم بيتخرج عنا تقريبا بالسنة من الجامعة خمسة وعشرين ألف متخرج اقتصادنا كان عم ينتج خمسة تلاف وظيفة جديدة فتلقى أي أن عندك عشرين ألف ما رح يلاقوا شغل وقتا يتخرج وكان وقتا المعدل الانتظار بين انك تتخرج لتلاقي أول وظيفة معدل عم بحكي سنة وثمانة شهر كمعدل اللي بتقعد ما بتعمل فيهم شي هلأ ارجعنا جينا نطلع بالخمسة تلاف وظيفة شو هنه هون الكارسي يعني هو كارسي متدرجي أول شي قداش بدك وقت لتلاقي الشغل تاني شي قداش في ناس ما رح تلاقي شغل تالت شغل مين اللي عم بيلاقي شغل اللي يشتغل شو بيطلع الخمسة تلاف وظيفة تقريبا 80% منها أقل شوية من 80% هي لأنواع وظائف ما إلى أي مردود اقتصادي فعلي مثل فالي باركينج الويترينج كتير موجود فيه هي وظائف بتجيه وقتية منها كاريير تطلع بهذا الاقتصاد بكتقول للعالم هلأ شو تشتغل إذا بدك تكون واقع أنه البلد لما رايع بدون يشتغلهم هيك لازم واحد يفكر أكيد لا فأنا بالسؤال اللي قلته قبل شوي عن قصة أنه السقافة المالية وغيره أنا برأي بالمعرفة المالية على الصعيد الفردي في لبنان استثنائية يعني هلأ مشكلتك استثنائية يعني موجودة استثنائيا جيدة على الصعيد الفردي قدرت التأقلم السريع على الفرد مع الظروف اللي بتجي عليه كل اللبنانيين صاروا صرفين من دون أي استثناء إيه بس جاءت سوري رح أطع كون استثنائية من وراء الأزمة اللي صارت لا 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 مش من قبل الأزمة قبل الأزمة يعني قصة تجارة العقارات يعني اللي دخلوا والمدخلوا صار بدو يشوف كيف بدو يفوت فيها قصة الفالي باركينج اللي بشغلته واللي ما بيعرف فيها خالص اللي عامل هوتن منجمنت اللي بعيد عن الجو بدو يشتغلها قصة الريستورانات والأراجيل يعني صرت بقلب النايتكلاب في أراجيلي وكذا التكيف اللبناني مع شو بدو السوق وكيف تطلع مصاري لا أنا برأيي استثنائيا جيدة الدرب اللي أكلوا اللبنانيه هو أول شي فوق التصور لأنه هيدا وينما كان بيصير بالعالم مش إنه يلا كل المجتمع يروح فلس هيك تتصرف معهم دولتهم ولا مطرح صايرة بس اللي أخدهم على هالنوع من الخيار هي تجربهم السابقة والثقافة السياسية المغلوطة ورح خبرة خبرية صديقنا دان قزم خبرني إياها كان قاعد مع أحد نواب حاكم المصري في المركزي بالألفين وثمنتاش بقى بيقعد عم بيقله خي أنت بعرفك بتفهم دان عم بيقله أنا بعرفك بتفهم مال وكذا وقت تتطلع على الدولارات هون قدش عم بيفل وقت تتطلع على كمية الطلب على ودائع قدرت المصارف مش يوبي كذا رقم خي نحن جايين على تفليسة عم بيحكيه بالألفين وثمنتاش كيف كيف أنت بعدها مكمل بيقله كل اللي قلتهم صح وأنا موافق عليهم بس لبنان ما بيخلوه الأمريكان يقع هوا الاخبار اللي بالسياسة بيخبرونا إياهم الزعمة ليبرروا سطواتهم السياسية قدروا يستولوا على العقلية كتير من الناس ليقولوا أنه بلبنان وصاروا على فكرة في ناس تصدق بقدرات ما فوق بشرية اللي بعض الناس مثل الرياض سلامي مثل القطاع المصري فوكذا أنه طالما في هذا الشخ صح يمشي الحال لأنه مين خبروا ها الخبرية السقاف السيسيين ما بتجي نحنا بنقولوا أن السقاف السيسي بلبنان منا كتير السقاف السيسي هي من السلطة السيسي الأحزاب هي بتقدر تنشر سقاف السيسي هي بتجمع ناس وهي بتحكيهم هي بتقولهم هاي المشكل بالبلد وهي ما نحلو هول أحزاب شوهوا السقاف السيسي خدمة اللي بقاءهم في السلطة بسيطة كتير بكن عام يحكي شارل تاريخيا كيف هيدا الإدارة بتصير نحنا اللي بيحاجة لأله مما أنه نحنا قدام تنيسي واحد يحكي كمان عن منطق شوي بيحدد الخيار السياسي هما فوق السياسي وأنا برقي هون المشكل المشكل إلو بعد قيمة شوي وكمان هذا سقافي مش على الناس إنه هي لحالة تحده على التنظيمات السياسية التي تشتغل سياسية تقدر تقارب هون المشكل عم بحكي بالشق المالي يعني بعدني على الخيار الفردي عم بحكي إنه مش مفروض يحكم قرار الفرد فقط الربح المادي في عنا أنا بنسبة إلي هذا مشكل لأنه أنا برأي وتجربة الشخصية بتقول أنا عملت علوم سياسية شو في شي شغل بيجي من العنوم السياسية هيك حكما يعني المحا الأنون بيعملك محامة والطب بيعملك طبيب علوم السياسية هو شغف عند إيه بتدبر حالك بالحياة طالما أنت عندك إيها كشغف وهون على الدولة إنه هي تقدر تأمن أوسع قدرة لأكتر الإختصاصات بعضا عن الأمور اليومية بتكون موجودة بمجتمعك وقال له شو بيصير هاي الخبرية القديمة اللي عنيها حكيم ولا مهندس ولا محامة شو قلوا قيمة هاي المجتمع هاي دا تلات اختصاصات هي نتيجة مشكلة سقفية عنيها إنه كل غاية الحياة هي ارتقاء الاجتماعي سمنا في شغلتين بالمناهج غريبة عجيبة أنت بزمن العالم الرقمي كم مدرسة في لبنان عم تعلم بروغرامينج أو هالأمور قليلي كتير يعني أنت عم بتخرج خارج الحداثة ما عم تعلموا أي شي بيربطوا ما في شي حاليا فيك تعملوا بلا الارتوفيشل انتليجنس مستحيل هيدا أولا اتنين الشي اللي عم بيقوله جاد كتير مهم هيدا التوجيه الدراسات لأمور العلاقة بالوجيهة ليش نحن مجتمع منو حديث ما بنا نكذب على حال نحن مجتمع عشائري قبلي تقليدي منوش يعاطلين ها الأمور بس نقولهم بالتاريخ منوش يعاطل عم نصنف الترانزيشن تحول ونحن مجتمع عريفة كتير إقلال سكان المدن فعليا باللبنان مدننا كانوا صغار من مدن رئيسية على التجارة العالمية والإنتاج الثقافي إلا بيروت بالنصف الثاني من القرن التاسع عشر عم تكبر وعم بيكبر البور طبعا وعم بيكبر الاقتصاد طبعا بفعل أنه صارت هي المحور الرئيسي للتجارة مع أوروبا الشغلة الأساسية أنه صار في موجة نزوح هائل من الأرياف جبل لبنان حتى من الأرياف الأبعد اللي هي هلأ بسوريا لمزارعين جزء من هالمزارعين أول ما تفوت أنت على المدينة ما عدت مزارع أنت بدك تتحول لحرفة صار في ترانزيشن سريعة لجزء منهم من خلفية زراعية لبرجوازية بحكم فترة عشرين سنة صار فيه ازدهار رهيب للعنصر الأساسي للاقتصاد اللي هو الحرير سمح لكتير من هالناس بسرعة شوية عملوا يطلعوا السلم الاجتماعي وجزء من هذا الشيء مطبوع بالإرث الهندسة طبعا البيت اللي بنسميه البيت اللبناني فعليا هو البيت البيروتي ظهر فقط بعد 1860 وكان هو اللي بيدل إنه هالعائلة وصلت الناس اللي كانوا هني عم بيختنوا وجهوا ولادن لمؤسسات جديدة كانت عم تفتح لهي مدارس وجامعات الإرساليات اللي كانت بحاجة لنخب بتخدم الاقتصاد الموجود بوقت يعني أنت بحاجة لمحامة لأنك بحاجة تخلص بضاعة بحاجة تكون بشيء اسمه المحاكم المشتركة اللي كانت محاكم بقلب السلطنة بنفس الوقت فيها قضاة محليين وقضاة أوروبيين بمثلوا شيء اللي بيسمون يعني الغربة اللي عايشين بالمنطقة هون مش ذكين المنطقة ما فيون يكونوا تنين بدك كل شيء له علاقة بالمصارف لأنه بدأ ببيروت بنصف التاني من القرن التاسع عشر ظهور بذور القطاع المصرفة الحديث نسبيا بالمنطقة وثلاتة بدون شغلة رجل هندسة كان الطب لأنه عم بينفتح بوقتها كليات طب حديثة جزء كتير كبير من الحديثة اجت من منن بس هلأ حاليا هالمودال اللي عم بيوجهك هو مودال للقرن التاسع عشر ما انه مودال للألفين وواحدة وعشرين فليه بدى ضلنا امشاله وهو من أهم كمان الأسباب لهالمودال اللي عم بيعمل حركة دفش لبرة لبنان عم بيخسر النخب المثقفة طبعه بشكل مستمر يعني بين 1860 و1914 الربع اللبنانيين هجر بفترة الانتداب الفرنسي اللي كتير من اللبنانيين بفكروا هي فترة ازدهار هي فترة كارثة اقتصادية مستمرة الربع سيفر بفترة اللي ندفي فيها ازدهار جزء كتير كبير من سكان الأريف نزلوا على المدن فبلد مفروض يكون قاعدة الاقتصاد طبعه زراعي توجه لقطاع الخدمات لأنه هيدا الشي بيخدم وبالتسعين انت بفترة الحرب عفوا بالخمسة وسببين سنين عندك تقريبا في أرقام بتخوف في أرقام بتقلك في تسعمائة ألف مهاجر عم بتفضي هالبلد عم بتفضي عم بتفضي وميتين ألف أتيل وإدي حدا مجروح وإدي حدا مفقود وهلأ عم منفوت بموجة هجرة كارثية كلها هيدا كمان مربوطة ببعض بالنظام الاقتصادي النظام السياسي النظام بيرفض التحديث وبيرفض انه مايعود في أزمة لأنه بيموت بيموت ترجمة نانسي قنقر